اشتركوا في القناة لان في هذا الترغيب للضيف في الاكل وحتى لو لم يكن له رغبة فانه سيب اما نقله الى مكان اخر فهذا طبعا على حسب العوائد حسب الاماكن وقد تغيرت عوائد الناس اصبح الناس الان اذا اردت ان تكرم ضيفك ان تنقله الى محل الطعام يعني هكذا اصبح عرف فاذا جئت له بالطعام بين يديه ربما عد ذلك من عدم الاحترام او الادب وهذا يختلف زمانا ومكانا وحالا وجنسا ايضا الناس اجناس ولذلك هذا من الادب والمرجع في هذا الى العرف فما عده الناس اكراما يلتزم فاذا كان الاكرام ان تأتي بالطعام الى الضيف تأتي به اما اذا كان العرف على ان اكرام الضيف يكون بنقله الى مكان الطعام تفعل ذلك ترجمة نانسي قنقر